امتدت فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى الاول من يونيو القادم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك فمنذ اطلاق وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين منها لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل الى ستين بالمئة شهدت المبادرة اقبالا كبيرا من المواطنين على تدبير احتياجاتهم مستفيدين من تخفيضاتها وقد اشاد المواطنون بتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار الاجراءات والتدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الحالي لتخفيف الاعباء عنهم كما اشادوا بالمبادرة واستمراريتها خاصة مع توفر السلع في قرابة الف فرع لكبرى السلسل التجارية تشارك فيها طبعا الفكرة تمدل المبادرة فكرة كويسة جدا وبنستفاد منها طبعا كلنا بتمتد كلنا وتبقى نستفاد منها المبادرة دي محتاجة تبقى موجودة باستمرار عشان الناس تقدر تستفيد بالاسعار وتبقى العيشة كريمة وكويسة ياريت تكمل بقى يعني شهرين ثلاثة كده لحد العيد الكبير ان شاء الله الاسعار تبقى كويسة يعني ان شاء الله مدريات الامن بالتنسق مع كبار الموردين والتجار بنطاق كل مدرية واصلت توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة مع استمرار فعاليات المبادرة سواء في السلاسل التجارية او المنافذ او السرادقات او من خلال قوافل السيارات المحملة بتلك السلع كل حتة السلع بننزل نلاقيها مفيش سلع نقصة لأ السلع الحمد لله متوفرة بشكل كبير جدا وده بيوفر علينا عناء كبير جدا يعني احنا نلاقي السلع بقى لي فترة باجي والمبادرة شغالة بلاقي فيها حاجات كويسة جدا ودائما باخد منها ولسه كمان دلوقتي حالا واخدى مكارونا وردس وحاجات منها برس المبادرة نكحت وكل الاسعار نزلت نزلت بصراخة والحمد لله في ناس بتشتري كتير وكل حاجة تمام 24 مافيش اي شيء منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار توجيهات القيادة السياسية تواصل توفير السلع الأساسية بتخفضات كبيرة وجودة عالية حتى نهاية العام الجاري في كافة منافذها السابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية الحمد لله المبادرة كويسة والاسعار كويسة قوي بقت تتخفض والحمد لله احنا بنشكر السيد الرئيس على المبادرة اللي عملها حب أقول لوزارة الداخلية طبعا أنهم شكرين أفضلهم طبعا على المجهود المبزل في هذه المبادرة وأتمنى منهم وأتمنى من الله التوفيق أنهم يدعمونا دايما في المبادرة كلنا واحد وتستمر الجهود التي تبدلها وزارة الداخلية على الصعيد المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية جهود تتكامل مع سعي الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة دايما فينا سلطة وشاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر